2 مليون راكب للسكة الحديد يوميا هدف مصر العام 2030 حكومة مصرية بتسعى لزيادة عدد الركاب والبضائع اللي بتنقلهم السكة كالحديد عشان يوصل عدد الركاب ل2 مليون كل يوم بحلول 2030 في 2014 القطارات كانت بتنقل حوالي 700 ألف راكب يوميا وفي 2024 الرقم ده زاد لمليون نفس الكلام للبضائع اللي كانت 4.5 مليون طن في 2014 وصلت لـ 8 مليون طن في 2024 والخطة انها توصل لـ 13 مليون طن في 2030 الوزير كامل الوزير قال الكلام ده خلال افتتاح محطة جديدة لصعيد مصر بحضور الرئيس السيسي الهدف من التطوير ده ان القطارات تكون اكثر فاعلية واسرع في نقل الناس والبضائع وكمان بتساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية اللي بتطلع من الشاحنات على الطرق لان القطر بينقل عدد اكبر من البضائع بيطلع انبعاثات اقل خصوصا لو كان جرار كهربائي من ضمن الخطة كمان ان محطة باشتيل هتكون المحطة النهائية القطارات الصعيد بدل محطة رامسيس عشان يخففوا الزحمة هناك وكمان بيعملوا ورش ديديدة لصيانة عربات والجرارات عشان يطوروها ويحسنوا الخدمة كمان بيوصلوا المحطات بوسائل نقل تانية زي الاوتوبيسات والمترو عشان الناس تقدر تتحرك بسهولة وكل ده جزء من خطة التنمية اللي بتهدف لتحديث البلد وتطوير في وسائل النقل